برضو هنرجع نقول تاني المباراة هي اللي هتفصل لكن تصريحات اعتقد مهمة ان احنا كمان نسمع اعتقد برضو الشناوي كان ليه تصريحات مهمة الشناوي كمان كان ليه تصريحات اكد من خلالها على ان ماتش النهاردة اكيد هكون ماتش مش سهل باي حالم الاحوال اكلم يعني نقدر نقوله وكان بيحاول يبعت رسائل ضمنية مقتضبة اتكلم بطبيعة الحال من خلالها عن اهمية المنافسة في البطولة بشكل عام وذكر تفصيلة ان النادي الاهلي كما هي عادة النادي الاهلي بيحترم كل المنافسين وزي ما قلت لكم من شوية برضو يكلم بشيء من الاجازة عن مدى صعوبة المباراة النهاردة امام سانداونز وان كل اللعيبة في النادي الاهلي في حالة من التركيز الشديد وكلهم بدون استثناء عندهم نفس الرغبة العارمة في تحقيق نتيجة ايجابية امام فريق سانداونز وحسم مباراة الذهاب قبل لقاء العودة في القاهرة فتعلوا نتابع مع حضرتكم من خلال هاتف التقرير نشوف ميستر كولر قال ايه والشناوي قال ايه تفضل انا سعيد بوجودي هنا سعيد وان احنا بنلعب هنا اكيد دي تاني مرة اكون موجود هنا والعب ماتش هنا ماتش اللي فات اكيد تعلمت منه حاجة كتير وبالتأكيد ماتش بكرة هيبقى مختلف تماما انا عارف ان سانداونز عنده فريق قوي جدا وكده كده البطولة دي بتضم اقوى فرق في القارة لكن بالتأكيد ماتش سانداونز بيقى دائما ماتش صعب لكن احنا وردو جايين هنا كابطال دور الابطال احنا نادي الاهلي اكبر نادي في القارة وبالتأكيد هدفنا دائما التأهل عارفين ان الماتش طالما نبسلت الابن نهائي فانت بتتلاع ماتش قوي لكن هدفنا دائما ان احنا نكسب الماتشين او على الاقل ان احنا نتأهل وده هدفنا دائما ان في النادي الاهلي بتبحث دائما على المفوز وعالانتصارات وده حيبكون هدفنا ان شاء الله ان احنا نقدي ماتش كبير بكرة وان احنا نتأهل الماتش اللي جاي واول ماتش هيبقى بكرة فلازم نعمل نعمل في كل حاجة عش نتأهل لازم نهائي احنا نعمل في الانتصار ماتش بكرة فلازم نعمل